في من البلاد اللي في العالم بتحكمت غلط في بلد اسمها البيرو ودي حكمها واحد كده في يوم الايام سنة الف تسوين وتسعين اسمه ألبيرتو في جماري عمك ألبيرتو ده دخل انتخابات ونجح فيها لكن فجأة مسك السلطة كلها في ايد وعلى فكرة جاء البيرو برضو بنفس النظرية كانت البيرو او البيرو بتعاني من ارهاب وفشل اقتصادي والناس كانت زهقت من الناس السياسيين فالناس لما شافت ألبيرتو ده قالك بس ده هو ده اللي على الحجر يا معلم وفجأة بقى ألبيرتو في جماري ده عظيم جدا دخل من هنا يا معلم يقضي على الارهاب والارهاب المحتمل ويرفع الاقتصاد الدنيا بازط قعد من تسعين لحد الفين وخمسة تقريبا حقا كده يعني قعد مسك البلد بايد من حديد فشلت البلد فشل زريع مش بس كده ده كمان قتل ناس بدعوة انه بيقضي على الارهاب كانت النتيجة ان البرلمان البيرو البرلمان الحقيقي حل الازمة دي كلها بانه سحب الثقة من الراجل ده وطالب بمحاكمته ما فيش تلف ولا دوران ولا عمله صندوق للبرو ولا شحته ولا اي حاجة في الدنيا قال لكن مشكلة في الراجل ده طالما المشكلة في الراجل ده يبقى نشيل الراجل ده ونسجنه واخد حكمه في الفين وتسعة خمسة وعشرين سنة سجن السنة اللي فاتت تقريبا في تلاتة وعشرين طلعوه عشان صحته بازط حتى لما طلعوه حصلت مشكلة في البرو والناس كانت مدائقة جدا يطلعوه ايه الحل واضح لنلف بقى ولا نظور ليه انا بقول الكلام ده عشان اقول لكوا ايها الحرارة في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازمة اقتصادية طاحنة الدولار عدى الستين والدهب سافر فوق تلاتة تلاف وخمسمية البلد وضعها صعب جدا احتياط المصر الحقيقي تقريبا تقريبا يدوب سبعة تمانية مليار الباقي ودائع انا مش اجيب حاجة من عندي اتفضل ادي احتياط النقد بتاعك يا سيدي تبقى لمصادر البنك المركزي خمسة وثلاثين مليار كل اللي عندك من الدولارات من العملة الاجنبية تمانية وعشرين مليار منهم ودائع دول الخليج سبعة واثنين مليار دولار دي صعب الاحتياط بتاعك ده تبقى مصادرنا البنك المركزي المصري كل اللي حلتك تملكه من حطام الدنيا سبعة مليار دولار بس 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 ما فيش حاجة تانية ما فيش حاجة تانية لازم حل حد يفكر في حل السريع حد يفكر في حل من غير ما يبيع مخدرات للناس لا عايز حل بقى من حل بتاع النظام ده هتاخد مخدرات تاخد حاجات حكويس قوي احنا في الحالات اللي زي دي كنا محتاجين ناس تفكر برا سندوق انما الحقيقة ان السامسونج اشتغلوا كلهم خبر الاقتصاد وحطوا حلول من جوه السندوق مثلا عندك احمد موسى احمد موسى ودماغه العالية رفع الشعار اللي يتكلم نحبسه يا خبر بيد وده حل اسمع كده بزور دول عربية شقيقة كثيرا لما بزورهم ممكن مواطن عنده اسعار غالية في بلده ودول غنية فيفتفض معاك طب انتو بتقولوه ده على الموقع قالك لا يمكن قالك مين اللي يقول ده اقدر اكتب على تويتر ولا اكسو ولا فيسبوك انه عندي شعر لتر البنزين ذات كام ولا اسعار غلية كذا قال لي جيبوني من البيت بديكو بديكو حاجة بسيطة ما بالك حد يطلع على الاعلام يتكلم كده انا مش هارف احمد بيجيب السقة دي منين يعني يعني منين بلد غنية والناس فيها بتشتكي يعني السعودية مثلا الكويت مثلا الامارات بيجيب السقة والاداء اداء اللي فيه سقة بزور بلاد عربية كتير اقاب الناس بيجيبت السقة دي منين الناس في الامارات بتشتكي من الاسعار الناس بص بص الاداء بزور بلاد عربية كتير ما اعرفش هو بيعمل ليه كده يحمد يعني ايه انت عايزي لتكلم في الاسعار يتحبس يعني سيبك من احمد موس سيبك من احمد نروح لخير رمضان اللي رفع الشعار بتوع قريش وقالك نحن غراب عك وقالك امنعوا الحج والعمرة لانهم ما تقول ساب الخراب اسمع كده احنا من اكتر الدول اللي بيسافر منها الناس للحج يعني الحج تقريبا بيسافر من عندنا سواء سياحي او ارعى حوالي ستين الف سبعين الف كل موسم لو حسبناهم حنلاقيهم عاديين الميت مليون دولار طب بيسافر في العمرة المتوسط في السنة للمصريين خمسمائة الف انا عايز اقولكم ان في عمرات دلوقتي بمتين وخمسين تلتميت الف وفي حج بيوصل لمليون جنيه غير اللي بمتين الف لو حسبنا المبالغ دي واحنا طول السنة الناس من عندنا بتطلع هنقول ان فيه هذا غلا الحد ما نستطاع اليه سبيله شخص ومرة في العمر فيه ناس بيستفر عشرين وثلاثين مرة العمرة مرة واللي قادر يروح مرتين لكن لما تبقى بلدي في ازمة مصر في ازمة حقيقية لازم اقول انا خوق في العمرة لمدة سنة مش هنروح النار على فكرة لو ما عملتش عمرة سنة حتى لو موت وانا كانت نهيدي بفيش انا معرفش ايه علاقة الحج والعمرة بالدولار وانا على روح تحد ولا عمرة بس فعلا بجد والله انا بسأل يا جماعة بسأل بسأل ما حدش يمسك عليه ويقولك صحيح مصر ما تصدقش انا بسأل ايه علاقة الحج والعمرة بالدولار الا زخات السعودية العمرة بتاعتها الدولار ايه علاقة الحج والعمرة بالدولار ده مبدئيا السؤال ده يهم مني أنا فالإخوة المشاهدين الكرام لو حد عنده إجابة يقول لي ما علاقة الحج والعمرة بالدولار أكد ترخيره يبقى أضاف لي معلومة اللي أنا عرفه آخر معلوماتي تبقى لسنة الثلاثة وعشرين أنه السعودية بتعامل بالريال وبالتالي اللي عايزي سافر السعودية بيغير للريال لأنه هيروح السعودية مش هيصرف دولار هيصرف ريال إلا إذا كانت الكعبة نقلوها في إسلندا أو نقلوها في تحاد أوروبي أو نقلوها في واشنطن أنا معرفش دي أول حاجة ثم الحاجة التالية ستين ألف واحد هيسفروا أو بيسفروا الحج دول هيوفروا لك كام يا أخ خيري ما هو ده خيري بتاع البطاطين حد فاكر خيري لما جاءت لنا بطاطين إعانة وقعدوا البطاطين نعمة وحلوة هو أنت يا خيري ما بتسكتش خاطر ما بتهمتش قال لك بيسفروا خمسمائة ألف واحد للحج والعمرة يعني الحج ستين ألف وخمسون نص مليون بيسفروا سنويا للعمرة دول بيكلفوا دولار كام والله العظيم أنا بسأل بصدق ما علاقة السعودية أو الحج والعمرة اللي في السعودية بالدولار اللي يعرف يقول لي أنا ما عرفش أني واحد عشان يحج يروح يغير مصري لدولار عشان يروح السعودية يصرب بالريال أنا ما عرفش ما عنديش فكرة إلا إذا كنا باللم ريالات بقى ده موضوع تاني الناس علاقت لخير رمضان عموما يعني هذه تعليقات الناس جايزة ألاقي فيها الإعلامي خيرا بيبتكر حل جازل أزمة اقتصادية وإنقاذ الجنيين من التدور وقول لك يا جيب منع ومش هتروح النار لو ما عملتش عمرة حتى لو مت لأن نيتك التعليق لكم ده حساب باسم نجوة دي البداية ثم الحج لمدن سنتين ثم الصلاة ثم الصيام ثم فيش دين اسم الإسلام وإحنا هنغيرها من عمرة إلى رحلة سياحية للسعودية ونعمل عمرة ويكتبها الله لأنوايانا انتظروا غضا والله قادم طفال الناس بتتحك أنا محدش قالي لحد الوقتي إعلاقة الحج والعمرة بالاسم إيه بالدولار والله أبي الحزم بيقولك لا جريد يسكر فهذا دأبهم كل بلدان وهذا معلوم منذ زمن لكن الأمر أصبح ظاهرا اليوم أما أن يقال نلغي الدرائب وتعطي أراضي الاصطلاح ويمنع الاستراض ما لا يحتاج لهم تتهم بالفلاحة والصناعة إلى آخرية أنا مرضو حتى الآن محدش جاوبني وهذا سؤال للإخوة الاقتصاديين الدكتور مصطفى شعين حد يكلمه حد يكلم حد راح الحج والعمر قبل كده وأنت بتغير بالدولار أنا معرفش والله لكن هو ده خيري فاكرين خيري بتاع البطاقه هو ده فاكر خيري تفضل كده حاجة ألاسكا خالص البطانية بجد وبطانية تقيلة وطبقتين تقال بطانيتين في بعض يدفوا حلوة قوي كانت الخيركم احنا بنشكر إخواتنا وأهلينا اللي برا اللي فكروا في إخواتهم في مصر واللي استجابوا لبعوتنا ده كانت دفعة البطانية جاءة من الخليج ما هو ده خيري طيب خلاص على كل حال إذن أحمد موسى الحل عنده اللي يتكلم نحبسه اللي يتكلم في الأسعار نحبسه خير رمضان نمنع الحج والعمرة في حد عنده حل تاني قالك نعمل صندوق الدين حد تعرف فيه واحد راح جاب فكرة من 147 سنة اللي هي بتاعت صندوق الدين حد فكر صندوق الدين بتاع الخدوة إسماعيل اللي هو ده أهو في 2 مايو 1076 أنشأ الخدوة إسماعيل صندوق الدين سبب الإنشاء كان العجز عن سداد الديون في البنوك الأوروبية حجم دين مصر كان 91 مليون جنيه خدمة الدين كان 80% من إرادة الدولة أعضاء الإدارة كان عدو إنجليزي عدو فرنسي عدو نمساوي عدو إيطالي الأسر المترتبة بقى الإنجليز دخلوا دي حل من 147 سنة تخيل إن صندوق الدين حد النهاردة بيفكر فيه أيو عمر أدي بيفكر في عمل حاجة اسمها صندوق أصدقاء مصر بس والديانة قبل ما يعملوا الصندوق كانوا شفعتوا خير مصر أصلا وادخلوا في سياستها وقرروا يمهدوا الطريق الأول عن طريق صبيانهم في الإعلام لفكرة شيطانية قديمة من 147 سنة اسمها صندوق الدين هو دلوقتي عشان أبديت يعني صندوق أصدقاء مصر وبدل ما هي بريطانيا وفرنسا والنمسا وإيطاليا زمان خلاص بقى الاتحاد الأوروبي وأمريكا والخليج اسمع فكرة عمر قديم أنا تقديري إن أنت لازم يبقى عندك حاجة زي مؤتمر زي صندوق حاجة اسمها أصدقاء مصر ناس يقرروا يعودوا مع بعض يبقى أمريكا والاتحاد الأوروبي ودول الخليج كلهم يقرروا كده يعملوا صندوق ما علشان يدعمك غير كده أنت لن تستطيع الحملة قيل قوي الفلوس اللي عليك كتيرة جدا فأنت لازم تعمل حاجة جيب فلوس من بره مش من جوه من جوه أنت بتبيعوا كده بس أنت لازم يجي لك مبلغ من بره معتبر هو السؤال يا عمر معلش والسندوق ده هيش فعالية اتحاد الأوروبي والسعودية أو الخليج وأمريكا يعني هيدفعوا لك ليه ما هم دفعوا لك يا عمر قبل كده 90 مليار والسيسي بعزقهم على الأسور والطيارات ثم الناس دي هتجي تشتغل زكة يعني طب هو إعلقت الصندوق ده بالشركات اللي تتباع اللي تتباع دلوقتي أو اللي تباعت ثم الصندوق ده هيدير مصر يعني هيجي في فلوس إزاي هيجي واحد زي كده صندوق الدين بتاع الخدو إسماعيل هيجي واحد من أمريكا أو ناس من أمريكا وناس من اتحاد أوروبي وناس من الخليج يديروا مصر ما هو ده اللي حصل في صندوق الدين بتاع الخدو إسماعيل من 147 سنة 1876 كانت النتيجة إيه إن كل مليين بياكل بيه الخدوي هم اللي كانوا بصرفوه هو ده الحل يعني أنت محدش عنده أمل في السيسي خالص حتى اللي كانوا بيقولوا مش هنقع مش هيسبوها تقع عادي جدا عمر أديب نفسه بيقول في الفيديو ده إحنا في أزمة وبيقول إسمع الفيديو ده كده إسمع الفيديو ده ده أنت فرض أم الله ودولة ولو سمحتهم الناس اللي قاعدة بفكرة أن مصر لن يسمح أحد بأن يبعادي ده مشاكل لا أديهم سمحين بالمناسبة أنتم مش واخدين بالكم إحنا في المشكلة فعلا إحنا مش رايحين المشكلة كان زمان من سنة أو كده إيه قبلك حد يقولك إيه هو إحنا رايحين على فين لا إنت الآن في قلب الإعصار أنت الآن في قلب العصفة وهذه دولة شيلة على عطقها طبقات أو طبقة بعينها فيها عشرات الملايين وعندها الاتزام محترم أنه لازم حنأكلهم عيش لازم حنعمل لهم مواد تموينية لازم يبقى فيه تكافل وكرامة لازم 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 كل هذه الأشياء فأنت عايز يبقى عندك الضمانة الاجتماعية دي وعايز في نفس الوقت تدفع الديون اللي عليه وعايز في نفس الوقت تمشي في الحياة وعايز في نفس الوقت تدفع الكهرباء وعايز في نفس الوقت تبقى الحياة تكمل المشاريع اللي عندك عايز تعمل ده كله ما حدش هيقدر يعمل ده كله ما هو انت لو تقدر تعمل ده كله ومال احنا الوضع اللي فيه دليل لكن مين يتحاسب بقى على المشكلة دي يا عمر مش انت وبقيت الكتيبة إياها اللي قاتت تحكوا عن ناس من عشر سنين مش انتوا اللي روّكتوا للناس بتفريعة القناة بإن الإصدهار جاي بالعاصمة الإدارية مش انت يا عمر وزميلك كلكم على الشاشات اللي عاتوا تشتمونا وتكدبونا من عشر سنين وإحنا بنقول لكم كلها خطوات فشلة ده انت لازم تحاسب انت أول واحد تتحاسب يا عمر انت وامراتك واصحابك وبعدين إحكاية السندوق اللي انت عمين تروّجوا عليه ده سندوق أصدقاء مصر لا أصدقاء السيسي ده كلام فاضي هل دي قنبلة دخان لأنه كمان واضح ان الإقبال عليها كتير يبدو ان ده سكريبت نازل جديد مصطفى بكر بيقول لك اللي هو مندوب الجيش في الإعلام طالع يقول يكمل كلام مهم جدا كلام بشرح الأزمة كلام بتكلم ليه احنا وصلنا للمرحلة دي كلام بيقول ان فيه أطراف عديدة شريكة في هذه الأزمة وفي نفس الوقت معلومات مهمة انه خلال أسابيع ان شاء الله قبل إبريل 2014 حيضخف البنك المركزي مبلغ ضخم وسيكون البنك المركزي مسؤول عن هذه السيولة والقضاء على السوق المواسع ومن ثم بالتأكيد بعدها هنشوف انخفاض في حجم التضخم العالي اللي هو أصل حتى من 35% أظن دلوقتي عادي لايخ جلو زميل بك بكري في البرلمان النائب الصحفي اللي كان صحفي محترم عماد الدين حسين خبط نفس البقين وقال لك انه بينقل عن مسؤول رفيع المستوى بصوا في الشروق الشروق وصلت لليوم السابع عماد الدين حسين ينقل عن مسؤول حكومي رفيع المستوى ما قالش ومين احنا في التجيل كله ان في المستقبل القريب سوف يشهد انفراجة واضحة وسيلمسها الناس خلال شهور وليس سنوات المسؤول البارز اللي هو مرضيش يقول اسمه قالك ان العوامل الخارجية كانت هي السبب الرئيسي في الأزمة لكنه لا ينكر ايضا وجود أسباب داخلية سيادة المسؤول قال له في اللحظة اللي بدأنا نستعد فيها عشان نجني خمار الإصلاح جات كورونا وهب أمنى جات الحرب الروسية الأوكرانية لكن فيه أسباب داخلية ان احنا اعتمدنا على الأموال الساخنة وهي غير مضمونة ولا يمكن التحكم فيها من الداخل بالإضافة على الإصرار على تزبيت سئر الدولار عند 15 جنيه لفترة طويلة ده كمان مقال كان مقال لعمد حسين في الشروء قال لك مسؤول حكومي رفيع المستوى يعني ايه رفيع المستوى ما طلع رئيس الوزارة قال 6 سنين يعني هل المسؤول الحكومي رفيع المستوى أعلى منصب من مصطفى ما ندولي مصطفى ما ندولي طلع قال احنا 6 سنين ونتحل الأزمة مين بقى المسؤول رفيع بيه اللي قال انه قريبا جدا نفس فكرة عماد قديد صندوق كمان اديه منذوب دولة الإمارات أو الإماراتيين قال لك الرقم اللي جاي تحديدا في الصندوق ده 20 مليار اهو رئيس الوزارة قال لك 6 سنين تجاوز الأزمة الكلام ده في 14 يناير يطلع عماد حسين يقول لك مسؤول رفيع المستوى قال لي في القريب العاجل دحك عدقون هكس هاتش كله في الكليتش كله بيقول اي حاجة ويطلع بقى الأرقام بلقت تظهر اهو ادي نشأة دي قال لك 20 مليار اسمع جيد ومن مصدر او من مصادر علينا من قسين خلال الأسابيع قليلة ان شاء الله خلال الأسابيع قليلة سيكون هناك عائد دولاري ضخم داخل البنك المركزي مش بقول كلام يعني نوع من ان انا بعمل يعني محاولة التهديئة لا 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 انا ما عنديش كلام ده انا عندي معلومة مؤكدة من مصادر مسؤولة انه خلال أسابيع قليلة سيكون هناك عائد دولاري يعني رقم ضخم يعني يعني قلع عن 20 مليار دولار في البنك المركزي المصري 20 مليار لا او قال لك مش هيجوا قروض ولا مساعدة او مل هيجوا ازاي السنة هتمطل 20 مليار دولار الارض هتطفع 20 مليار دولار طيب معلش احنا حتى هنعتبر الكلام ده مش بخموضرات هنعتبر ده مش سكريبت واحد وكل واحد فيهم قعد مع مسؤول يعني عمال الدين حسين قعد مع مسؤول حكومي رفع المستوى قال له في القريب العاجل ناشة تديه قعد مع مسؤول كبير رفع المستوى تاني غير دقيق الأولاني قال له 20 مليار دولار معلش احنا لو مديمش مخدرات احنا عننا كام سؤال مهمين عن الفلوس دي والسندوق ده اولا بافتراض ان الموضوع انك هتحصل على 20 مليار دولار يا طرى دول هيقدروا يخرجوا مصر من أزمتها لو فيه صندوق وجالك فيه دلوقتي 20 مليار يا طرى ده هيحل أزمة فعلا تخيل كده ان عليك اقصاد دين سنة 24 بس اللي لقنا فيها دي أرقام مرعبة انت عليك تقريبا 42 مليار تسددهم السنية دي اهو ادي جراف الديون اتفضل يا أستاذ 42 مليار دولار ديون مستحقة بأول 9 شهور 24 أصل القرد حضرتك 36 مليار قرد السندوق عليك التزامات البنك المرتكزي 21 مليار دولار عندك فوايد 6 مليار دولار المجموع كله على بعده 42 مليار دولار حضرتك عندك لو افترضنا ان السماء مطارت ندعت 20 مليار دولار هتعمل لك ايه؟ لانت ما ديون ب42 مليار لكن السؤال الأهم بقى الفلوس دي أصلا مش هتسد معنا حاجة تمنها ايه بقى؟ اللي هيديك العشرين مليار تمنه ايه؟ ايه هياخد ايه مقابل؟ بيحب رموش عنيك يعني؟ ولا هدهلك ازاي؟ عشقك في الظلمة؟ لا اكيد لها تمن اسمع كده عمرق دي بيقولي؟ وبرضه غني عن البيان عشان اكون واضح اي شيء هتعمله ليه تمن مفيش حاجة هتكون مجانية والأتمان في الوقت ده بقت غالية يعني انت عشان تخلص مع السندوق معلش انا قاسم؟ يا جماعة الناس اللي بتتكلم في الوطنية ومصره مفيش الكلام ده الناس هتيجي تقولك انا هديك كذا انا لو سمحت علشان ابقى متطمنة ان انت هتمشي في الطريق الصحيح اللي هم قالوه من سنتين انا عايز واحد اتنين ثلاثة عايز تفضل مش عايز هيفضل قاعد كده عمر طبعا خلاص جنسية السعودي بقى في الحتة التانية فعمر يوقف يتكلم دلوقتي بايه؟ بطلاقة الراجل مع الجنسية سعودي لكن يا ترى ايه الواحد واثنين وثلاثة دول اللي ممكن يكونوا تمن للعشرين مليار دولار اللي هم بتوع صندوق اصدقاء مصر هل ممكن يكون التمن ده مثلا تسريع تسليم تيرانو الصنافير اللي لسه مصر بتماطل في تسليمها وطلق رئيس المحكمة الدستورية العليا في تصريح غريب يقول ان موضوع تيرانو الصنافير لم يُعرض علينا اصلا رغم من المحكمة اقرته في 2018 ادي الخبر اهو رئيس المحكمة الدستورية العليا اتفاقيتي تسليم تيرانو الصنافير لم تُعرض على المحكمة ايه تصريح الغريب ده؟ وايه وقته؟ ولي دي الوقتي؟ ده من 2018 اخر تحديثه السبت عشرين يناير عشرين تحدث المستشار بولس فاهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا عن تدخل محكمة في قليل جيزية تيرتور وقال مقابلة مع برنامج مساء دي ام سي اللي بيقدمه اسامة كمال انه ان هناك دعويتين وقيمتها امام محكمة الدستورية العليا في هذا الاطار واحدة من الحكومة تقول فيها ان الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ومحكمة الإدارية العليا تخالف احكام المحكمة الدستورية فيما يعرف بمنازعة التنفيذ واشار ان الدعوة التانية اقامتها الحكومة ايضا نتشي ان هناك نوع من التنازع بين احكام القضاء واحكام القضاء العادي ولفت ان المحكمة الدستورية لم تؤرض عليها اتفاقية تيران وصنافير من الاساس وجدر التأكيد عنه لم يعرض على المحكمة حتى الان اتفاقتين جزيرتين تيران وصنافير لكن المحكمة فصلت بان القضاء الإداري غير مقتص بالقرار السادر عن مجلس النواب وان جهة القضاء العادي غير مصلطة على جهة القضاء الإداري لوقف تنفيذ احكامه وانتوا بسلمتوش تيران وصنافير معلش ام الام السيسي كانت قالت له متاخدش حاجة حد هو قال لها كده قال لك امي قالت لي متاخدش حاجة حد وبعدين ده انت قلت الحاجة لسه من 2018 تفضل المحكمة الدستورية بمصر تبطل احكاما بعدم قانونية تسليم جزيرتين تيران وصنافير ده كان امتى 2018 من رايترز النهاردة في الشروق المستشار بوليس فهمي بيقول ما تعرضتش حين اصلا فهل التمن هيكون تمانها 20 مليار؟ والسعودية هتدوم لك كشف كده؟ واحتمال برض يكون التمن سياسي مش اقتصادي يعني مقابل الـ 20 مليار دولار دول اكون طرف في صفقة لترتيب وضع ماء بعد ما بعد غزة يعني اقبل التهجير ده انا بقول لو مش مقدرات او اي تنازل تاني ادي خبر اهو مصر هل يهرأ الهرب العرب لصفقة بايدن ام ينتظرون نتائج انتخابات نوفمبر شوفوا حضرات ببساطة جديدة كل المزيعين دلوقتي بيدوروا على حل احنا وقعنا ولقد سقطنا في الفخ نطلع منها ازاي اللي قالك نمنع الكتاب عن الاسعار واللي قالك نمنع الحج والعمرة واللي قالك نعمل صندوق نتنازل عن حطة في مصر شوف اللف ده كله مش عاجبك كل ده انا مش عاجبني هتقول ليه نقبل بكل ده وليه نسكت عليه ولابد ان نتحرك الحقيقة السيسي طلع على طول النهاردة يهددك بالسيناريو اللي انت عايزه الاقبح والاسوأ ويستغل ازمة السودان ويعيد تهديد الشعب المصري للمرة التانية الراجل طالع يقولك الصومال دخلت في ازمة من سنة التسعين ما خرقتش منها تلاتين سنة فخلي بالكم من مصر الراجل بيقولك ببساطة اني انا او الفوضى بيقولك ببساطة ان اللي حصل في البيرو مع البيرتو في جمهوري ده مش يحصل معايا البرلمان بتاع البيرو هو الراجل ده عنده خمسة وتمانين سنة دلوقتي الراجل ده نجح في انتخابات تسعين مسك البيرو بقبضة من حديد وكانت البلد بتعالي من ازمة اقتصادية طاحمة ومن ارهاب وارهاب محتمل عارف كل جريمته ايه؟ انه قتل ناس باسم محاربة الارهاب قتل تقريبا خمسة عشر واحد بس وعنده طعمة تانية الفساد انه لها فلوس لدرجة انه عنده عنده بنت اسمها كيكو تقريبا نزلت الانتخابات تلات مرات ولا مرة نجحت ولا مرة بتطلع من الحاجات الاولينية يعني الراجل ده خد خمسة وعشرين سنة حكم سجن لسه طالع يمكن السنة اللي فاتت لانه صحته تعبت ومع ذلك جزء جبير من الشعب قالك مانشين مفروض ده يطلعش عشان قتل خمسة وعشر واحد احنا عايشين مع واحد قتل الاف وعادي جدا احنا عندنا مزيعين بيدوروا على حل عنده كنتم مصطفى بكر طالع يقولك ومالك كهرباء لما تقطع عندك عادي ما انت بتخدم بلدك احمد موسى طالع يقولك ما نحبس الناس اللي تتكلم عامر قديد طالع يقولك نعمل صندوق ونشحت فيه ونجيب ناس تديرنا خير عمدان طالع يقولك نمنع الحج والعمرة لكن هو الحل معروف الحل كما حدث هي دي كيكو كيكو بنته دي عمارة تسقط يعين تخش وتسقط تخش وتسقط ابوها ساب لها مراس نيلة كله بيلف ويدور مش قادرين يعملوا زي البرلمان البرو اللي عملوا على فكرة لم ينتزع الحكم من يد البرتو ده الى البرلمان في البرو سحب منه الثقة وقالك الراجل ده يجب ان يحاكم طالع يسيس النهاردة يهددك يقولك شوف لو ما عجبكش حل عمر قديم لو ما عجبكش حل خير رمضان لو ما عجبكش حل احمد موسى لو ما عجبكش حل مصطفى بكري الحل اللي في دماغك ده لأ انا مش قابله مش همشي او انتوا فكرين يسيبها ولا ايه حافظوا على بلاتكم وهم حاجة الاستقرار في دولة تانية على الصومال دخلت في متاع من تلاتين سنة تلاتين سنة ايه تحبوا تحصلوهم اسمع السيسين وهنا يا مين اقول رسالة للمصريين سمح ان انا حسن فيه بدا الصومال دخلت في مشكلة سنة تسعين واحد وتسعين ومن واحد وتسعين لغاية النهاردة استمرت مشاكل متحديات عصفت بقدرات دولة المدة اكتر من تلاتين سنة اكتر من تلاتين سنة ودائما احنا لما بنتكلم نقول يا ناس يا دول خلي بالكم من بلادكم وحافظوا على استقراركم وحافظوا على بلادكم اي تحدي ممكن يتم مجابهيته طالما الدولة مستقرة وامنة طالما الدولة مستقرة وامنة عندما تدخل الدول في حالة عدم مستقرار بتدخل ما بترجعش بسهولة ما بترجعش بسهولة تخل عشرين سنة تلاتين سنة مش عارف الكلام ده ممكن يزع على أخويا فخمت الرئيس ولكن انا بقوله للمصريين انا معلش مصريين قايم من النوم وضرب الفطار وتعملني المساج الحل يعني ايام الكحراتة راحت فطلع اهددكم رسميا طلع لكم خلي بالكم خلي بالكم انا نايم كويس قوي وعارف انا بقول ايه خلي بالكم انا ضرب فطار ابويا ما كانش بيشوفه وعارف انا بقول ايه كويس قوي خلي بالكم ان انا اتخنت وتمليت وازداغي كبرت من الفساد فخلي بالكم كويس قوي انا عارف انا بقول ايه انا بقول انا عارف هو معليش وحضيتك ناسي ان انت كده كده مورط مصر 30 سنة قدام هو معليك فخمتك بعد ما اغلقت كده ناسي انك انت دخلت مصر في ديول لـ 2057 هو انت ناسي بس طب الصومال مسكينة دخلت في حرب اهلية وبتاعه مش عارف ايه و30 سنة طب احنا قاعدين اللي عملنا حرب ولا حاجة وحضيتك ما قاعدنا في جوع لـ 2057 وحياتك كده يا بيه وعد يبني على الديون شوفنا نخلص من الديون دي بعد كم سنة ده انت بقى لك عشرة اصلا في عشرة اصلا العشرة السواد خشي كده على ديون مصر شوفها تخلص امتا ده اذا خلصت ده اذا انت لم تتعثر في السداد حد شطر كده يفتكر حوار التلاتين سنة السيسيو قاله قبل ايه كده بالظبط كلمة تلاتين سنة دي سيسي قالها قبل كده قبل كده قالها حد يفاكر كان قبل الشهور من الانقلاب العسكري لما كان بيسجل الدكتور مورسي لما كان من في الوش مراية وفي الافس اللاية افكرك انا قال تلاتين سنة دي امتا عشان تذكرتك ضعيفة سمح ان انا حستفيد بده السومال دخلت في مشكلة سنة تسعين واحد وتسعين ومن واحد وتسعين لغاية النهاردة استمرت مشاكل متحديات عصفت بقدرات دولة المدة اكتر من تلاتين سنة الجيش لو نزل الشارع خلص خلص تتكلم على مصر كمان تلاتين امتاين سنة ونزل الجيش الشارع ونزل الشركات ونزل الشوارع ودخل البيوت احنا لسه اول عشر سنين ولسه من شهور قبل الانتخابات السيسي كان بيهددكم انه يقدر يهدم مصر كلها بعشرين جنيه وشريط رمضان انا كنت بكلم مما السادة مجلس القضايا الاعلى الصبح قلت لهم تخيلوا ان انا ممكن اهدد مصر باثنين مليار جنيه فهم استغربوا قوي قلت لهم قدي بكتة وعشرين جنيه وشريط رمضان لمية الف لمية الف لمية الف انسان مظروفه صعبة مظروفه يا دكتور مصطفى هنزلوا يعمل حالة بكم لو انا مش هديلهم بقى عشرين دنيا غليت هديلهم الف جنيه هديلهم كاما دكتور الف جنيه المية الف بقى بمية مليون جنيه هنزلهم كام اسواعة كامل عشر اسابية بكم؟ بمليار جنيه بكم؟ طب لو نزدتهم مية جنيه بس هنزل مليون كل اسبوع لمدة عشر اسابية بمليار جنيه هدي بلد فيها مية مليون ولا مية وخمسة مليون بمليار جنيه يعني ثلاثين مليون دولار في ناس بتصرفهم في حفلة ناس ايه؟ انا بيعجيبني قاعدة مصطفى مبلولي بيبقى قاعد مبلول فعلا بص على الكادة هتلاقي قاعد مبلول وخايف يقوم لانه مغرق الدنيا بمي كام يا دكتور مصطفى؟ ايوه بكتة هو ده الحل عندك لو الحل ده عندك فعبد الفتاح جاهز لك جاهز لك بان انا بكتة وعشرين فطلع تلعشرين والهيلة فنخليها الف فوسعت فنخليها مية هو ده الحل طب ليه كل ده؟ ما في حل تاني من غير لا صندوق ولا نمنع العمر ولا اي حاجة ومن غير ما نفضح مصر ونهين مكانتها ونهين سمعتها ونشحت عليها وحتى من غير ما السيس يمشي ايه رأيك؟ في حل تاني خالص الرجل هيهددك بيقولك هولع في البلد ما هو ما فيش برلمان ولا فيه والشرطة درعه الشمال والجيش درعه اليمين وسيذكر التاريخ للجيش المصري انه عانى هذا الرجل اعانه على تدمير مصر والله التاريخ لن ينسى انه قادة الجيش في الوقت ده اعانوا هذا الرجل على تدمير مصر ومش عارت كتفها بقت ملت خالص يا معلم لا تولع في البلد ولا تصرف مليار جنيه في حل تالت بقى ولا نشحت ولا نمنع العمرة ولا حاجة ولا انت تمشي ايه الحل بقى ان المصاريف اللي ملهاش لازم انوقفها زي القطار الكهربائي زي المونرل زي البرج الايقوني زي العاصمة الادارية زي الكباري كل حاجة دي توقف ده كامل وزير طالع تحددنا النهاردة سيقولك هنكمل كباري انت مطلعين علينا يا ابني هنستكمل خططنا في الطرق والكباري ومصر جاية بولادها محدش من برا هيعمل لنا حاجة احنا بدأنا عشان نبني وتبقى بلدنا مطورة وحديثة يخرب بيت الكباري هي اني مكتوب لك انت معمول لك عمل على كبري بالزمة مش ده حل كويس واكرم من صندوق عمر قديم وكسبة العشرين مليار اللي هتوبط من السماء بتاعت الدين ولا هيعمل لك اي حاجة مع سفة المرحلة التانية في العاصمة الادارية هل العشرين مليار دولار هي الحل تعال تفرق كده على الجراف ده مصر تستعدى الانفاق مزيد من مليارات 포ورات لمضاعفة حجم العاصمة الادارية قال رئيس مجلس إدارة رايترز قل رئيس مجلس إدارة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية خليد عباس ان مصر تستعدى الانفاق مليارات دولارات لمضاعفة حجم العاصمة الجديدة الفخمة التي تبنيها في الصحراء على بعد 45 كيلو متر شوارق القاهرة حيث سيتدفق السكان الاوائل ثاني قادي الجراف يا بي العشرين مليار دولار هي الحل الأحلام الوارد المتوقع بحسب أعلام السامسونج عشرين مليار الديون اللي عليك السنة دي اتنين واربعين مليار دولار السفه مشروع مضاعفة حجم العاصمة الإدارية منتظر تصرف تمانية وخمسين مليار دولار ما تقوليش العاصمة الإدارية جابت فلوس أولا ما تقوليش أنك أنت عملت العاصمة الإدارية من خارج الموازنة تبقى حرامي وما تقوليش جابت فلوس تبقى حرامي لأن الفلوس دي مفروض تخش الموازنة تعالدولة رسمي رسمي بقى أمرت إيه عملت العاصمة من خارج الموازنة وعلينا كل القروض دي طب بقى أمرت إيه العاصمة جابت عوايد وعلينا كل القروض دي وبقى أمرت إيه أسطا أن عوايد عاصمة إدارية تبقى برى الموازنة تعالدولة إزاي؟ على فكرة ده مش كلامي ده كلام الخبير الاقتصادي وإن حاس في فيديو قديم سابق اسمعوا كده؟ عايز النهاردة حد يقوله النهاردة لكمية الكروض اللي بتخرج دي كلها أو بتبتم النهاردة ستكتبها من خارج كفاية كده بتشوف النهاردة المصاريف اللي صرفناها التريليونات من عملية الإصلاح 2016 حتى الآن اللي ما بيجيبتش عوايد ولا جابت إرادات ديولهم كفاية كده جبتوا تريليونات بتصريحات العاصمة الإدارية نفسها لي لم تكلف الدولة جميلة؟ ده أنا بسقف لهم بقى وبقوله كل النهاردة واحد صرح تصريح ده وكل واحد مسؤول أنتوا هيلين بس أنتوا عملتوا ده بالمين؟ إذا ما تعملش الموازن العامة للدولة أو العاقد بتاعه ما جاشه وتحط في الموازن العامة للدولة يبنتوا أخطأتوا في حق الشعب لما أنا أقدر أعمل تريليون واثنين تريليون يبقى رأي أكترد من برا ليه؟ بل الفلوس دي كانت تتحطد في الموازنة وكنت عيشت الناس وصرفت على الناس وعدلت من مستوى معيشة الناس لما لما ييجي كل واحد ييجي يقول لي النهاردة أصدق برا الموازن العامة للدولة يعني أنت بتعرف تجيد فلوس برا الموازن العامة للدولة لما كنت تدخل فلوس داخل موازن العامة للدول وبدل ما أنا النهاردة باقترد والعجز الموازنة بيصل للأرقام التاريخية دي كلها وعمال بعصر في الجنيه لغاية خلاص ما فوش حتى نقطة مية يبقى النهاردة كان الأول فلوس يتخش وبعدين بمنطقة البساطة يعني برا الموازنة جبت الفلوس دي منين عشان تعمل بيها لما أنا النهاردة الوزارة دي كلها بتروح تفتح مشروع بتكلفة النقل بتكلفة البنزين بالعربية ما كل ده أقصى من أنا كمواطن داخل موازن العامة للدولة محطات الكهرباء اللي احنا عملناها النهاردة بتاع السيمز ننسى نعمل شبكات توزيع لها فبالتالي ما يحصلهاش أي قيمة أو قيمة مضافة داخل الدولة هل هي غلطة الدولة ولا غلطة الشركة المصنعة لا 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 غلطة الدولة هي ما عندهاش خطة أنا بعمل محطات إيه لا هيوزحها ما عندهش شبكات توزيع ده مش كلام محمد ناصر ولا كمالين حل سهل جدا حل سهل يا معلم ما تمشيش وخلي الباكتة العباس كامل باكتة المخدرات خلي العباس كامل هو بستخدم ترامدول كتير خلي حاجات دي عندك وقعد يا معلم وقعد وإحنا عادي معاك وننزل كده اللم زمينا في كمالين نديك صوتنا حل حلو جدا وقفوا المصاريف وقفوا المشروعات دي كلها ده مش رأي محمد ناصر ولا رأيي دي الأستاذ وقل النحاس ده كل خبراء الاقتصاد قالوا لك وقفوا السفح ده أقول لك على حال كمان انت بعد ما توقف العاصمة الإدارية وتوقف الكبار اللي مكتوبها لك على عمل الجمل ده انت عمي سهلة جدا بيع الطائرة الرئاسية طيارة تمانها نص مليار يعني خمسمائة مليون دولار بيعها مش ده أكرم من صندوق الحاجات اللي بيتكلم عليها عمر قديد ده بيع الطيارة اللي مش عند رؤساء في العالم بيعها نص ثمانها أورو نيوز ثمانها نص مليار دولار جدل في مصر بسبب طائرة السيسي الجديدة بيعها سهلة جدا ادي خمسمائة مليون دولار ضمناها لا وايه ده احنا عملنا لها في ايرلندا عملنا لها الانتيرير دزاين والحاجات دي والفارش وعملنا حاجات يعني دلوقتي حط على نص مليار دولار دول حط كمان مئتين وخمسين مليون يعني عندنا سبعمية وخمسين مليون دولار تمشي أو لم تمشيش تاكل أو متاكل وقف ده مش بس كده أنا لو منك بيع بقى أسطول الطائرات الرئاسية كله وأنت بتروح وتيجي فيه تحد أصلا بيعملك احترام بيع كل الأسطول ده معلم ويوم ما تسافر يا رئيس ابقى اركب أي طائرة مصد طرام زي كل الرؤساء المحترمين في العالم رئيس في دولة مديونة ما بيركبش طائرة رئاسة بيركب عادي مع الناس بيركب مع الناس عادي مش دولة تتفاشخر الله يرحم أيام العربية الله ده اللي كان لونها أخضر عادي يعني بيع كل الحاجات دي ويعيش عشيتنا بقى بيع كل الجو بص الجو ده طياء الجو ده والحاجات اللي انت عايش فيها دي بيعها لو حاطت المصحف قدامه قال يعني بيخاف ربنا أو الله حاطت المصحف قدامه قال يعني الراجل بيخاف ربنا قوي ده ربنا هولع فيك يوم القيامة ده يعمل لك نار لوحدك بلاش كده أمعلم جنب العاصمة الإدارية لما هتوقفها والكباري لما هتوقف وطلرت الرئاسة كلها تتباع بيع كمان الأسور رئاسية هتعمل بيع ايه؟ بيعها مش بدل من بيع المصانع اللي مشغل الناس وفاتحة بيوت بيع الحاجات دي بيع كل ده لم دهب مراتك وولادك بدل من أشحت وبيعهم بيع الألمزات بيع العقد اللي كتلابساه آية مش ده بدل ما تشحت مصر مش ده بدل ما نمنع العمرة والحج والحاجات دي مش ده بدل ما نعمل صندوق ونقرض مصر للبيع مش ده بدل من بيع ده النهاردة مصانع وقفت يا جدعان مصانع وقفت النهاردة خبر توقف عدد من مصانع لأنه فيش دولارات مصانع فاتحة بيوت أطفال جاعت ناس نزلت من طبقة لطبقات ما بدل ما نعمل كل ده وبدل يعامل ما تطلع كل شوية هدده وتقول لنا هولع في البلد بمليار لا تشعر قعد خليك قعد خليك قعد بس قعد بقى زينا بيع الحاجات دي كلها كده بسبب أزمة شح الدولار شركات عاملة في السوق المحلية توقف بيع منتجاتها لا ده في مصانع بقى في مصانع النهاردة خبر نازل النهاردة مصانع وقفت حرام حرام تموت أمة عشان واحد مجنون مهووس ماسك في الرئاسة حرام حرام الإعلام يدور ويلف حوالي نفسه يخترح حلول إما بالمخدرات في عشرين مليار جايين جايين منين عمك اللي في البرازيل مات جايين منين عمتك ماتت لقوا تحت الصندوق في الصحارة بتاعتها لقوا عشرين مليار جايين منين حرام تتحكوا على الشعب أكتر من كده بقى لكوا عشر سنين معايشينه في مية اللفت ونايم أي معمالي يحسب هيجيله كام وإشي تفريعة قناة السويس وإشي البرج الأيقوري وإشي مش عارف عاصمة إدارية وإشي كباري وبعدين كفاية كده حرام عليكم بجد حرام وكل شوية يطلع يهددنا لو مشيت هولع في البلد ما تولعش في حاجة اطلع محترم مرة واحدة في حياتك واطلع أهو أهو أزمة الدولار النهاردة لا ده في 23 25 ديسمبر لا لا النهاردة كمان تغلق آلاف المصانع في مصر آلاف المصانع حرام حرام عشان واحد أمة بعت ماضيها وحاضرها ومستقبلها حرام عشانك انت لوحدك لوحدك انت والحرمية اللصوصي اللي معاك حرام الناس بتتطلق الناس ماشية كأنها زومبي حرام اقف كده اقول انا باعت كل الحاجات دي اعرضها للبيع حضرات السادة احنا قدام حالة ما يقوس منها يا البلد تتباع ونقف ساكت زي ما انتوا قفين يا إما نيران مستعد يولع فيها بباكتة مقدرات نيران قافل دماغه مش عايز يسمع لحد حتى للجيش الجيش المصر اللي اكيد جواه ناس مش عاجبها اللي بيحصل الجيش اللي جواه ناس بتغلي لان يسيسي عمال يصدرهم في كل حتة الناس بتغلي جوا الجيش بيغلوا منه هو شخصياً وكل يوم عمال يقلل من قيمة مصر ويبيع فيها ماسك البنزين والترامدول وكل شوية هددنا انه هيولع فيها أخيرهم النهاردة الصبح بعد ما فطر وعمل جلسة المساج يقولك الصبال بقلع تلاتين سنة لا يا عم تهدي بناش بيع وقف السفع ده واسمع كلام الناس العقلة يمكن يمكن الدنيا تعرف تمشي وكده كده انت عادت على تلات وخرطات انا مش عايش يزدع على اللي جابك ولا على اليوم اللي شفناك فيه ولا على الناس اللي طلعت رأسطلك لكن اتق الله يا عبد الفتاح في أمة 150 مليون شخص اتق الله في مصر